يحتفي العالم في الثالث من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة حيث تسعى أغلب حكومات دول العالم إلى دعمهم ومساعدتهم ليعيشوا حياة أفضل لكن الأمر مختلف في العراق حيث يعاني ذوي الإعاقة من الإهمال والتهميش على الرغم من وجود أكثر من أربعة ملايين شخص يعانون من الإعاقة وفقا لوزارة العمل الحالية وهو رقم يضع العراق في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المعاقين بحسب المنظمة الدولية للهجرة أسباب عديدة تقف وراء ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة المستمر في العراق أبرزها الحروب والعمليات العسكرية لا سيما في المحافظات المنكوبة وانتشار حقول الألغام ويقابل تلك العوامل نقص الأطباء والخبرات الجراحية المتخصصة والمستشفيات الخاصة بذوي الإعاقة إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية في ظل إهمال حكومي مستمر تتضح آثاره في عدم تمكن أغلب ذوي الإعاقة من العمل لإعالة أنفسهم أو عائلاتهم بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان أن البنية التحتية في العراق تفتقر إلى أبسط المرافق التي تسهل لذوي الإعاقة ممارسة حياتهم العامة ما يعني تفاقم معاناتهم الإنسانية ولمن يسأل عن أسباب وجود الكثير من ذوي الإعاقة في العراق فقد تكفي الإشارة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص أصيبوا بإعاقات دائمة من جراء قمع التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات عام 2019 خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر بحسب منظمة تجمع المعاقين غير الحكومية المؤسسات الحكومية الرسمية لا تضع أي اعتبار لذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من عددهم الكبير لتتضاعف معاناتهم كل سنة في ظل الفوضى التي يعيشها البلد منذ عام 2003